بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قيم اليوم سنتكلم عن شخصية حذرنا منها القرآن الكريم وحذرنا منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا من أهلها وحذرنا من تلك الصفات حتى نبتعد عنها اليوم سنتكلم عن ذي الوجهين عن خطورة ذي الوجهين عن وجه خطورته ما هي خطورة صاحب الوجوه المتعددة خطورته على المجتمع على الوطن على الأخلاق على الأسرة على الأرحام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين شر الناس تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الشخصية تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه من هو هذا هل هناك مثال توضيح لذي الوجهين أين تتعدد وجوهه تارة بوجه هنا وتارة بوجه هناك فلنقرأ معا قول الحق سبحانه وتعالى عن مثال لهؤلاء ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلسانه أحلى من العسل كرزمة وشخصية وكلام منمق وبيبدأ يحكي لك كلام كعد الدرر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ودائما من صفات هؤلاء أنه حلاف يكثر الحلف والله العظيم أقسم بالله العظيم أشهد الله على أنني أريد الخير ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلام منظم جميل بليغ كعد الدرر ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام اللهم عافنا وعفو عنا يا رب العالمين هذا عدو للدين وعدو للوطن وعدو للقيم بس لما إجه يطرح الأفكار التي يريد تمريرها أو القوانين أو القيم الخلوقية أو دعواته التي يريد تنفيذها في حقيقة الأمر هي خراب ودمار وبوار لكن في الظاهر أنا بدي أقوّل اقتصاد أنا بدي أحقق معاني العدالة أنا أريد أن أنفذ مشروعات تنموية أنا أريد أن أرتقي بالفكر أنا 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 إلى آخره فإيجع عليك بهذا الوجه أنا لكم محب أنا لكم مخلص أنا أريد خيركم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى تولى لها معاني جعل له الأمر تولى استلم مسألة معينة ملف معين أو ابتعد عنك وإذا تولى سعى في الأرض مشى مشيا سريعا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد يحذرنا القرآن الكريم ويحذرنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم من أقوام لهم ظاهر يخالف باطنهم طيب كيف إحنا ماذا نفعل لا نغتر بالظواهر لا نغتر بجمال الكلام وجمال المظهر وجمال التشكيل الظاهري لما يقول ما ننغر البوصلة حتى نحكم على كلام أي شخص ومشروع أي إنسان ودعوات أي إنسان أين سيأخذني كلامك في ناس بيسموا الدعوات إلى الزنا والفجور دعوات إلى المحافظة على الأسرة حقائق أنا اللي بحكيها حقيقة بدعوا للزنا وبدعوا للفجور ويقول لك مشان نضمن استمرارية الأسرة إذا قرروا من يتكلم عن الإلحاد بأنه تنور هناك من يدعو إلى الخيانة ويقول هذه مصرحة الأوطان هناك من يدعو إلى الاعتداء على الأحكام الشرعية ويقول لك هذه متابعة لتحسين وتجويد المشروعات القانونية كثر طب أنا بوصلتي التي أحكم من خلالها أن هذا صادق فيما يقول أم يحاول مخادعتي بذلك الوجه أن أحكم على حقيقة ما يقول على أثر ما يقول على أنظر إلى المتوقع من تنفيذ مراده لما يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الوجهين هو فقط يعني بيجي بضحك بوجهي بعدين بيحكي علي أنه كزميل ولا كجار أنا مش عاجبه ولا كشخص أنا بنافسه في أمور مادية بسيطة وأمور لا 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 الأمر أكبر من ذلك هذا لا شك أنه لأت متعدد الوجوه بهذه الطريقة هو مخطئ ولكن عندما أقرأ في القرآن الكريم عن الذي يأتيني بوجه وعن المنافقين وعن الذين يريدون تمرير مراد أعدائنا في بلادنا من فرق وفساد واعتداء على الأحكام الشرعية أعلم لما كان متعدد الوجوه حاصلا على تلك ذلك الوصف نسأل الله العفو والعافية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه حتى لا ينخدع الإنسان بأجسامهم ولا بأقوالهم فهم من مرتكزاتهم ومن أساليبهم الأساسية المخادعة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نسأل الله لنا ولكم ولأوطاننا ولديننا ولأمتنا العفو والعافية ولكن حتى نحذر من هؤلاء أن لا ننغر لا بجمال كلامهم ولا بكذبهم في نتائج أفكارهم التي يدعون إليها وتكون البوصلة واضحة عند الإنسان هذا كلامه فيه خدمة لديني فيه محافظة على وطني فيه قوة لاقتصادي أم العكس هو الصحيح نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ويحذرنا أن نسير طريق هؤلاء حتى لا ننخدع بهم وحتى لا نسير طريقهم لما يقول لنا النبي عندما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة شو يعني إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا صاروا طريق الخير سرنا صاروا طريق الشر سرنا معناها لك أكثر من موقف تجاه القضية الواحدة هذه قضية المقدسات قضية المسجد الأقصى ما إلا غير موقف واحد أنه جزء من ديننا ومن عقيدتنا أما صاحب الأوجه المتعددة يقول لك خلينا أشوفين الريح مالت وميل محلا قضية متعلقة بأحكامنا الدينية تجاه أسرتنا قضية متعلقة بقوة وطننا ووحدة صفنا ما إلى الإنسان إلا موقف واحد لا يكون أحدكم لا تكونوا إمعا تقولوا إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا لا وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا حتى يكون الإنسان صادق في مواقفه ثابت راسخ يسأل الله التثبيت والهداية في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين